ليلة ساخنة شاكدتها محافظات الجوف بجبهاتها المختلفة بدءا من المصلوب وصولا إلى المتون وجبهة حام هنا في هذا الجبل في تبة المشولي هذه التبة التي تقع في الحدود أو في متاقمة محافظة صنعاء هناك ما تشاكدون هذه هي جبال أرحب آخر نقاط التماسل جيش الوطني حيث تتواجد كتائب الواء 127 في هذه المواقع التي تشاكدونها أمامكم ومن هذه الجهة أيضا تتواجد قوات الجيش الوطني في هذه المواقع الأمامية التي تتمركز فيها لفترة طويلة وفي ذلك الجبال أيضا تقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في الحدود من جهة أرحب أيضا وباتجاه حرف سفيان عمران من جهة الغرب هذه المواقع جميعها عاشت يوم أمس معارك عنيفة ليلة ساخنة كانت فيها المواجهات في أشدها بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع صالح حيث حاولت الميليشيا التسلل إلى مواقع الجيش الوطني بغيت استعادة هذه المواقع بعد السيطرة عليها من قبل قوات الجيش الوطني حيث حققت قوات الجيش الوطني أمس أيضا انتصار كبير في صد قوات الحوثي والمخلوع صالح وتحقيق أيضا مكاسب آليات عسكرية وأيضا تكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح بحيث هناك الكثير من الضحايا لازالت في أسفل هذا الجبل هذا الجبل الذي عاش يوم أمس معارك عنيفة للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في تبة المشولي العقيد محمد المشولي قائد الكتيبة الثانية في الواء 127 للمزيد حول هذه التطورات التي حصلت بالأمس يوم أمس وقعت حرب الشرسة ما بين الميليشيات والجيش الوطني في هذه المنطقة وقد تصدى لها الجيش الوطني بقوة الرجال والعزيمة فتم صدى الهجوم الذي تقدمت به ميليشيات الحوثي في هذه المنطقة إذن كما استمعنا للعقيد محمد المشولي وتكلم معنا عن آخر التطورات التي حصلت بالأمس في هذه الجبغات من محافظة الجوف علي الجراد لقناة بلقيس محافظة الجوف